سلام الله عليكم مهلا وسهلا بكم إلى معرضي الصحافة مباشرة من أسجهات الشروق الإخبارية وفي مستهله جريدة الشروق اليومي والتي عنونت في شأن اقتصادي الأمن الغذائي معركة تحضير الصحراء بعيدا عن حقول النفط والغاز مزارعون جزائريون يقتحمون الرمال تكتب الشروق وتقرؤون فيما يخص الحدث الذي تعيشه الجزائر التي سوف تحتضن بداية من شهر نوفمبر القمة العربية واثقون في قمة الجزائر لإصدار قرارات وآليات للتنفيذ الشرق القطرية تكتب نراهن على دور الجزائر لطي الملفات العربية المفتوحة وخبير موريطاني يصرح القمة العربية الواحدة والثلاثين محورية في تاريخ العمل العربي المشترك وعلى رأس صفحتي الأولى في الرياضة تكتب الشروق هذا هو جديد محرز وبن سبعين وسليماني وعوار تقرؤون في تفاصيل هذه اليومية وفي صفحتها الثالثة واثقون في رئيس تبون وقمة الجزائر لإصدار قرارات وآليات للتنفيذ أعرب رئيس جريدة الشرق القطرية صادق محمد العماري الاثنين عن تفاؤله بقدرة الجزائر من خلال القمة العربية التي سوف تحتضنها يوميا الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل على لمشمل العربي مؤكدا أنه يراهن كثيرا على الدور المحوري والفعال للجزائر في غلق الملفات العربية المفتوحة تفاصيل هذا الموضوع في صفحة ثالثة من ذات الجريدة وتقرؤون في صفحتها الرابعة في قطاع التربية نحو التخلي عن نظام التكلفات في منصب مدير المدارس أظهر تقييم أولي حول دخول المدرسي الجري بعد شهر من انطلاقه تصعدا في الساعات الإضافية للأسادثة والتي فاقت النصاب القانوني واتساع نظام الدوامين بمرحلة التعليم الابتدائي بسبب الاكتظار الذي طرح هذه السنة عقب تخلي الوزارة الوصية عن نظام التفويج بعد تسجيل تحسن أو تحسن أقول في الوضعية الوبائية على أن يتم الاستغناء كليا عن هذه الإجراءات الاستثنائية فورا استلام المنشآت التربوية الجديدة التي توجد في طور الإنجاز وكذا عقب الانتهاء من أشغال التوسع على مستوى المدارس القادمة التي تستفيد من أقسام تربوية إضافية المساء اليومي تكتب صدر صفحتها الأولى قمة الجزائر ثقة وإجماع مع بداية العد التنازلي لاجتماع القمة العربية اليمن يعلن دعمه لقمة نوفمبر ومسعى لم الشمل وسوريا تبارك جهود الرئيس تبون لتحقيق المصالحة الفلسطينية تقرأون حماية منحة البطالة من المحتالين لضمان استمراريتها تفاصيل هذا الموضوع في الصفحة الثالثة 85 مشروعا لرقمة قطاع التعليم العالي تفصل المساء في صفحتها الخامسة وتقرأون ضمن هذه الجريدة احتياط جزائرها من المحلوقات تكتب جريدة المساء في شأن الاقتصادي هذا ما أكد رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحلوقات أن يفتأ نور الدين داودي أن جزائرها بدأت في الاستفادة من القانون الجديد للمحلوقات مشيرا إلى الجهزية لنحو 15 مشروعا مبرمجا لإطلاق منقصة دولية للمحلوقات خلال الثلاثة الأول من العام القادم متفائلا في حوار خاص به المساء بالاحتياطات الجزائرية برا وبحرا والتي سيتم إبرازها في معرض أديباك بأبوظبي لاستقطاب استثمارات أجنبية تفاصيل هذا الموضوع في صفحة الخامسة وتقرأون أيضا 22 طائرة لتدعيم مصطول الجوية الجزائرية حيث أكد وزير النقل كمال بالجود أمس احتماد خطة جديدة لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية واستدراك الاختلالات مؤكدا احتمادها على تدعيم الأصول الجوي لجوية الجزائرية من خلال اقتناء 15 طائرة جديدة واستئجار 7 طائرات تقرأون في البلاد الصادرة لنهار اليوم ملعب براقي جاهز رسميا لاحتضان مباريات الشان وتقرأون مؤشرات نيجابية للاقتصاد الجزائري في عز أزمة عالمية ودخول أول سيارة مستوردة بداية من جنوبي في انتظار صدور تفطر الشروط الجديدة وتقرأون في صفحة الثانية من جريدة البلاد الصادرة لنهار اليوم هذا المقال المعنون كالتالية الشروع في استرجاع سكنات السوسيال الشاغرة أرسلت العديد من دووين الترقية والتسيير العقاري في عدد من الولايات إشعارات إلى أصحاب السكنات الاجتماعية أو ما يعرف محليا بسكنات السوسيال وذلك أعقب وقوف ليجان معاينة على شغور هذه السكنات وأوضحت مصادر متابعة مصادر موثوقة أن تشكيل هذه الليجان الميدانية الهدف منه هو الوقوف على وضعية هذه السكنات والعمل على استرجاعها المستثمر تكتب صدر صفحتي الأولى إمكانية غير مسبوقة لتقضية إعلامية تليق بأهمية القمة العربية هذا ما صرح به المدير العام للمركز الدولي للصحافة رؤوف معمري تقرؤون أيضا البطالة في الجزائر المحنة تتحول إلى المنحة فيها صحافة العالمية والعربية منها تقرؤون في صفحة الأولى من القدس العربي رئيس وزراء بريطانيا الجديد هندي الأصل مؤيد لإسرائيل ومناهض للمهاجرين السودان تظهرات في الذكرى الأولى لانقلاب الجيش اليوم قصصت جريدة القدس العربي حيزا بالجزائر في صفحتها الثامنة وتقرؤون فيها ما يلي مجلس الوزراء الجزائري تبون يوجه بحماية القضاة من الإغراءات الخارجية ويقر إجراءات لعودة استيراد السيارات خرج مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه الأخير بقرارات كانت منتظرة بشدة خاصة في مجال استيراد السيارات المعطن منذ نحو خمس سنوات ما خلق حالة من التضخم غير المسبوقة في السوق كما دع الرئيس عبد المجيد تبون من ناحية أخرى إلى تكفل أمثل بالقضاة من الناحية المادية لحمايتهم من الإغراءات الخارجية تفاصيل هذا الموضوع في صفحة الثامنة وتقرؤون أيضا بدء إنشاء مستشفى قطر ألماني الضخم في الجزائر في عيد الثورة هذا ما كشف عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن بدء إنجاز المستشفى القطر الألماني في الجزائر يوم الثاني من نوفمبر المقبل المصادف لأعياد اندلاع الثورة التحريرية وفي صحفتي الأجنبية تقرؤون في The Guardian البريطانية الصادرة لنهار اليوم هذه العالمين الوحدة أو الموت يحذر حزب المحافظين وعلى رأس صفحتي الأولى تقرؤون حيث تسألت The Guardian كيف تخسر منصب جيد وتواصل العيش كان هذا كل ما لدينا مشاهدين فيما يخص معرض الصحافة لنهار اليوم شكرا لحصني المتابعة والإصقاء إلى اللقاء